مبارح كمان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ترأس أول اجتماع للحكومة بكامل هيئتها في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة وده في إطار توجيهات سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالبدء في الانتقال التدريجي للحي الحكومي بالعاصمة الإدارية كفترة تجربية من سبع سنوات كانت العاصمة الإدارية عبارة عن حلم من خمس سنوات كانت مخططة على الورق لكن دلوقتي زي ما حضراتكم شايفين دكتور مصطفى مدبولي قال أن وجود الحكومة في المقر الجديد هو رسالة قوية ورسالة واضحة للعالم كله بأن مصر بتقطو خطة حثيثة وقوية نحو المستقبل رغم كل التحديات وأيضا بعد اجتماع الحكومة عمل رئيس الوزراء مؤتمر صحفي وقال فيه أنه لولا الإرادة السياسية لرئيس عبد الفتاح السيسي ومتابعته اليومية لسير العمل ما كانت الحكومة موجودة في المقر الجديد وقال كمان أنه مشروع العاصمة الإدارية عنوان للجمهورية الجديدة وأنها مخططة علشان تستوعب نمو وتقدم مصر لمتين سنة جاية مبارح مجلس الوزراء استعرى التقرير حول الموقف الوبائي لكورونا وتم التأكيد على توافر اللقاحات المضادة للفيروس بشكل كبير وأنه فيه أكتر من 62 مليون جرعة متاحة حاليا كمان تم التأكيد على انتظام حملة تطعيم ضد شلل الأطفال وأنه حتى الآن تم الانتهاء من تطعيم 98% من المستهدف تطعيمهم طبعا كل الشكر للأطقم الطبية اللي كانت حريصة في جولتها على أن تطعيم يستمر في فترة هذه الحملة الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال والشكر كمان للمواطنين اللي استجابوا لأنهم نزلوا أطفالهم يحصلوا على هذا التطعيم التطعيم بيكون من سن سنة لخمس سنين فإن احنا نوصل لـ 98% من المستهدف تطعيمهم فده إنجاز كبير جدا احنا الحمد لله مصر خالية تماما من شلل الأطفال ده من إمتى من آخر حالة تقريبا كانت في 2004 في 2006 أعلنت منظمة الصحة العالمية أن مصر خالية تماما من شلل الأطفال بتعرف منين منظمة الصحة العالمية خلال الفترة اللي فاتت دي برضو عشان تتأكد أنه ما فيش حالة شلل الأطفال في مصر بتعمل فحوصات مستمرة للصرف الصحي لأنه بينتقل عن طريق البراز بنسبة للأطفال طبعا في السن من سن يوم لحد سن خمس سنين بعد خمس سنين يعني نادر قوي لو حد جالوا شلل الأطفال بعد سن خمس سنين التطايمات مستمرة بيكون حوالي سبع جرعات خلال هذه الفترة أهمهم هي طبعا الجرع اللي في الشهر الرابع لأنها بيكون جرع مكسفة شوية بتكون بالنقط وبتكون كمان بالحقن بتكون جرع صعبة لكن في نفس الوقت ده لا يتعارض مع أي تطايمات أخرى بتتاخد في هذا التوقيت لا يتعارض مع تطايمات انت خدتها لشلل الأطفال في أماكن خاصة لو جات الحملة القومية في نفس التوقيت ما فيش أي مشكلة برضو أنت تاخد نفس التلقيق بتبقى جرعات تنشطية كمان الناس بتكون حريصة أنها تاخد هذه الجرعات التنشطية لأنه بقى في نوع من أنواع الثقة موجودة ومسألة الثقة في الصحة مش سهلة لكنها تبنت خلال السنين اللي فاتت الاهتمام بصحة الطفل والمرأة كمان على وجه التحديد مجهود كبير عملته الدولة المصرية الحقيقة وجوه كل وحدة صحية الناس موجودة بتاخد التطعيمات عندها ثقة أنه التطعيم سليم التطعيم لسه مفتوح فراش وانت واقف قدامك كل حد بيروح بولاده علشان ياخد التطعيم بكل فئات المجتمع المختلفة بيشوف ده وبيشوف الجهود الكبيرة اللي بتعملها الفرق الطبية والتمريد داخل الوحدات الطبية علشان مسألة التطعيم ما بتبقاش حملات سهلة الحقيقة بيكون مجهودها كبير جدا جدا على الأطقم الطبية المنهكيم بالفعل من مسألة كورونا فنحن نفضل نحافظ على اللي وصلنا له وما نرجعش عنه ده شيء غاية في الأهمية الحقيقة في كمان أزمة زي كورونا نروح مع حضراتكم لخبر آخر وبنتكلم عن اجتماع الحكومة الأسبوعي اللي تم مارح وخلاله تمت الموافقة على 11 قرار منهم إصدار عملة متدولة فئة الجنيه الواحد وده بمناسبة لاحتفال بمرور 70 عام في عيد على عيد الشرطة وكمان الموافقة على الاشتراطات الخاصة بموسم العمرة لأشهر رجب وشعبان ورمضان وده في دوق الإجراءات الاحترازية اللي بتسهم في الحفاظ على صحة المواطنين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة